موسيقى سفر امثال سليمان الحكيم الفصل الاول امثال سليمان ابن داود ملك اسرائيل لمعرفة حكمة وتأديب لادراك اقوال فهم لقبول تأديب التعقل الحق والعدل والاستقامة لتعطي الاغرار فطنة والشاب معرفة وتدبرا يسمعها الحكيم فيزداد تعلما والفهيم فيكتسب تدبيرا لفهم المثل والكناية كلمات الحكماء والغازهم مخافة الرب رأس المعرفة اما الحمقى فيحتقرون الحكمة والتأديب اسمع يا بني تأديب ابيك ولا ترفض تعليم امك لانهما اكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك يا بنيا ان اغواك الخطاط فلا ترضى ان قالوا هلما معنا نكمن للدم نختفي للبريء لغير علة نبتلعهم كالهاوية احياء وصحاها كالهابتين في الجب فنجد كل ثروة ثمينة نملأ بيوتنا غنيمة تلقي قرعتك فيما بيننا يكون كيس واحد لجميعنا يا بنيا لا تسلك في الطريق معهم امنع قدمك عن مسالكهم لان اقدامهم تجري الى الشر وتسرع الى سفك الدم فانه باطلا تنصب الشبكة امام عيني كل ذي جناح اما هم فيكمنون لدمهم يختفون لانفسهم هكذا طرق كل من يربح كسبا شريرا فانه يذهب بنفوس اصحابه الحكمة تنادف الشارع في الساحات تطلق صوتها تدعو في رؤوس الاسواق في مداخل ابواب المدينة تنطق باقوالها الى متى ايها الاغرار تحبون الغرة والمستهزئون ما يسرون بالاستهزاء والاغبياء يبغدون المعرفة ارجعوا عند توبيخي ها انذا افيد عليكم من روحي واعلمكم كلماتي لاني دعوت فابيتم مددت يدي وليس من يبالي بل اهملتم كل مشورتي ولم ترتضوا توبيخي فانا ايضا اضحكوا عند بليتكم اصخروا منكم عند مجيء رعبكم اذا جاء رعبكم كعاصفة واتت بليتكم كزوبعة اذا حل بكم شدة وضيق حينئذ يدعونني فلا استجيبوا يبكرون الي فلا يجدونني لانهم ابغضوا المعرفة ولم يختاروا مخافة الرب لم يرضوا بمشورتي استهانوا بكل توبيخي فلذلك يأكلون من سمر طريقهم ويشبعون من مؤامرتهم لان ارتداد الاغرار يقتلهم واطمئنان الاغبياء يبيدهم اما المستمع لي فيسكنوا آمنا ويستريح من رعب الشر امثال سليمان الفصل الثاني يا بنيا ان قبلت اقوالي وذخرت وصاياي عندك لتصغي باذنك الى الحكمة وتوجها قلبك الى الفتنة ان دعوت الفهم واطلقت صوتك الى الفتنة ان التمستها كالفضة وبحست عنها كالكنوز فحين اذا تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله لان الرب يعطي حكمة من فمه معرفة وفتنة يذخر مشورة للمستقيمين هو ترس للسالكين بالكمال ليرعى سبل العدل ويحفظ طريق اتقيائه فحين اذا تفهم الحق والعدل والاستقامة كل منهج صالح فان الحكمة تدخل قلبك والمعرفة تلز نفسك التدبرا يحفظك والفتنة تصونك لانقاذك من طريق الشر ومن الانسان المتكلم بالعوج من الذين يتركون سبل الاستقامة ليسير في طرق الظلمة ويفرحون بفعل السوء ويبتهجون بأكاذيب الشر الذين سبلهم معوجة وهم في مناهجهم ملتوون لانقاذك من المرأة الغريبة من الاجنبية عنك التي تتملق بكلامها التي تهجر إلف صباها وتنسى عهد إلهها فإن بيتها يسوخ إلى الموت ومناهجها إلى خيالات جميع الداخلين إليها لا يؤوبون ولا يبلغون سبل الحياة لكي تسلك طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين فإن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها أما الأشرار فينقردون من الأرض والغادرون يستأصلون منها فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة لا يفارقك الإخلاص والأمانة تقلدهما في عنقك اكتبهما على لوح قلبك فتجد نعمة وحسن التعقل في أعين الله والناس توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد في كل طرقك عرفه وهو يقوم سبولك لا تكن حكيما في عيني نفسك اتق الرب وحد عن الشر فيكون شفاء لجسمك وريا لعظامك أكرم الرب من مالك ومن أوائل كل غلاتك فتمتلئ مخازنك وفرة وتفيض معاصرك خمرا جديدة يا بنيا لا ترفض تأديب الرب ولا تملى توبيخه فإن الذي يحبه الرب يؤدبه كما يؤدب أب ابن يسر به طوب للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفطنة فإن اكتسابها خير من اكتساب الفضة وربحها خير من الذهب هي أثمن من الآلئ وكل ما تشتهي لا يساويها طول أيام في يمينها وفي يسارها غنا ومجد طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام هي شجرة حياة للمعتصمين بها والمتمسك بها مغبوط الرب بالحكمة أسس الأرض ثبت السماوات بالفطنة بعلمه تفجرت الغمار وتقتر السحاب ندا يا بنيا لا تبرح هذه عن عينيكا احفظ الرأيا والتدبرا فيكونا حياة لنفسكا ونعمة لعنقكا حينئذ تسلك في طريقك آمنا ولا تعثر قدمكا إذا اتجعت فلا تخاف بل تتجع ويلز نومكا لا تخشى من رعب مفاجئ مفاجئا ولا من تهلكة الأشرار حين تجيئ فإن الرب يكون معتمدكا ويصون قدمكا من أن تؤخذا لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدكا أن تصنعه لا تقل لجاركا اذهب وعد فإني غدا أعطيكا والشيء موجود عندكا لا تخترع شرا على جاركا وهو ساكن بجواركا آمنا لا تختصم مع إنسان بدون سبب ما دام لم يصنع بك شرا لا تحسد رجل الظلم ولا تؤثر شيئا من طرقه لأن الملتوي رجس عند الرب أما المستقيمون فموضع ثقته لعنة الرب على بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديقين إنه يفخر من المستهزئين ولكنه يعطي المتواضعين نعمة الحكماء يرسون كرامة والأغبياء يحملون هوانا أمثال سليمان الفصل الرابع اسمعوا أيها البنون تأديب أب واصغوا لتعرف فهما لأني أعطيكم تعليما صالحا فلا تترك إرشادي فإني كنت ابنا لأبي غدا ووحيدا لدى أمي وكان يعلمني ويقول لي 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 تمسك قلبك بكلامي احفظ وصايا فتحيا اقتني الحكمة اقتني الفهمة لا تنسى ولا تعرض عن أقوال فمي لا تتركها فتحفظك أحببها فتصونك الحكمة هي الأولى فاقتني الحكمة وبكل مقتنياتك اقتني الفهمة ارفعها فتعليك تمجدك إذا اعتنقتها تضع على رأسك إكليل نعمة تمنحك تاج جمال اسمع يا بني وتقبل أقوالي فتكسر سنو حياتك أرشدتك إلى طريق الحكمة هديتك منهاج الاستقامة إذا سرت فلا تعاق خطواتك وإذا ركضت فلا تعثر تمسك بالتأدب لا تتركه احرص عليه لأنه هو حياتك لا تدخل في سبيل الأشرار ولا تسلك في طريق الأثمة تنكب عنه لا تمر به تحول عنه واعبر فإنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا ويسلبوا نومهم إن لم يعثروا أحدا لأنهم يأكلون خبز الشر ويشربون خمر الظلم أما سبيل الصديقين فكنور الإشراق يزداد إنارة إلى النهار الكامل أما طريق الأشرار فكالقتامي لا يعلمون بما يعسرون يا بني أصغي إلى كلامي أمل أذنك إلى أقوالي لا تبرح عن عينيك احفظها في وسط قلبك لأنها حياة لمن يجدونها وشفاء للجسد كله فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه منابع الحياة انتزع عنك التواء الفمي وأبعد عنك أنحراف الشفتين لتنظر عينك إلى الأمام وأجفانك إلى قدامك مستقيما مهد سبيل قدمك فتثبت جميع طرقك لا تمل يمنة ولا يسرة باعد قدمك عن الشر أمثال سليمان الفصل الخامس يا بني أصغي إلى حكمتي أمل أذنك إلى فتنتي لكي تحفظ التدبر وترعى شفتاك معرفة سليمان فإن شفتي المرأة الغريبة تقطراني عسلا وفمها أكثر نعومة من الزيت لكن عاقبتها مرة كالعلقم حدة كسيف زي حدين قدماها تنحدراني إلى الموت خطواتها تبلغ إلى الهاوية إنها لا تتبصر طريق الحياة تتمايل خطواتها وهي لا تعلم فالآن أيها البنون اسمعوا لي ولا تحيدوا عن أقوال فمي أبعد طريقك عنها ولا تدن من باب بيتها لألا تعطي كرامتك لآخرين وسنيك للقاس لألا يشبع الغرباء من قوتك وتضحى أتعابك في بيت أجنبي عنك فتإن في أواخرك إذا بلي لحمك وجسمك وتقول كيف أبغطت التأديب ورذل قلب التوبيخ ولم أسمع لصوت مرشدية ولم أمل أذني إلى معلمية لولا قليل لكنت قد أصبت بكل شر في وسط المحفل والجماعة إشرب ماء من بئرك ومياها فائدة من معينك هل يصح أن تفيد ينابعك إلى الخارج جداول مياه في الشوارع لتكن لك وحدك لا لغرباء معك ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك فهي ضبية محبوبة ووعلة رشيقة ليروك ثدياها كل حين والتهم بمحبتها دائما فلما تهيم يا بني بغريبة وتحتضن أجنبية عنك فإن طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يراقب مناهجه كلها الشرير يؤخذ بآثامه وبحبائل خطيئته يمسك إنه يموت من عدم التأديب وبفرط حمقه يضل أمثال سليمان الفصل السادس يا بني إن ضمنت صاحبك إن مددت يدك لكفالة غريبا إن اشتبكت بكلام فمك إن أخذت بأقوال فيك إذن فافعل هذا يا بني ونجي نفسك إذ قد أضحيت في قبضة صاحبك ذهب توادع أمام صاحبك وألح عليه لا تعطي عينيك نوما ولا أجفانك نعاسا نجي نفسك كالضبي من اليد كالعصفور من يد الصياد اذهب إلى النملة أيها الكسلان تأمل طرقها وكن حكيما إنها ليس لها قائد ولا مدبر ولا حاكم تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها إلى متى ترقد أيها الكسلان متى تنهض من نومك قليل من النوم بعد قليل من النعاس وطي اليدين قليلا للرقاد فيأتي فقرك كساع وعوزك كرجل متسلح رجل الرجس إنسان الإثم يسعى والإعوجاج في فمه يغمز بعينيه يتكلم بقدميه يشير بأصابعه في قلبه عوج ينشئ الشر في كل حين يزرع خصومات فلذلك تفاجئه بليته بغتة في لحظة ينكسر ولا شفاء له ستة ستة يبغدها الرب وسبعة هي رجس عنده عيون متعالية لسان كاذب أيد سافكة دما بريئا قلب ينشئ أفكار آثمة أقدام سريعة الجري إلى السوء شاهد زور ينفث الأكاذيب وزارع خصومات بين إخوة يا بني احفظ وصايا أبيكا ولا تترك تعليم أمكا ربطها على قلبكا دائما تقلد بها على عنقكا إذا سرت تهديكا وإذا نمت تحرسكا وإذا استيقظت فهي تحدثكا فإن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات التأدي بطريق الحياة لكي تحفظك من المرأة الشريرة من تملق لسان الغريبة لا تشتهي أن جمالها بقلبكا ولا تقتنسكا بجفنيها فإنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز وامرأة رجل آخر تصطاد النفس الكريمة أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي قدماه هكذا من يدخل على امرأة قريبه لا يتبرأ كل من يمسها ألا يحتقرون السارقة ولو سرق ليشبع نفسه وهو جائع إن قبض عليه يؤدي سبعة أضعاف ويعطي كل مقتنى بيته أما الزاني بامرأة فإنه ناقص العقل ومن يفعل هذا يهلك نفسه يلقى ضربا وخزيا وعاره لا يمحى فإن الغيرة تثير غضب الرجل فلا يشفق في يوم الانتقام لا يقبل فدية ولا يرضى ولو أكثرت الرشوة أمثال سليمان الفصل السابع يا بني احفظ كلامي واذخر وصايا عندك احفظ وصايا فتحيا وتعليمي كحدقة عينك ربط هوها على أصابعك كتبها على لوح قلبك قل للحكمة أنت أختي وادعوا الفهم ذا قرابة لك لتحفظك من المرأة الغريبة من الأجنبية عنك المتملقة بكلامها فإني أشرفت من كوة بيتي من وراء شباكي فرأيت بين الأغرار تأملت بين البنين فتن ناقص العقل عابرا في الشارع عند زاويتها يصعد في طريق بيتها في الغسق عند المساء في قلب الليل والقتام وإذا بامرأة استقبلته في زي زانية خبيثة القلب صخابة هي وجامحة لا تستقر قدماها في بيتها طارة في الشارع طارة في الساحات وعند كل زاوية تكمن فأمسكته وقبلته وبوقاحة وجه قالت له كانت علي ذبائح سلامة واليوم قضيت نزوري فلذلك خرجت للقائك أطلب وجهك فوجدتك قد فرشت سريري بأغطية بموشكتان من مصر نضحت فراشي بمر وعود وقرفة هلما نرتوي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب فإن الرجل ليس في البيت قد ذهب في طريق بعيدة أخذ سرة الفدة بيده في يوم البدر يأتي إلى بيته أغوته بقوة إقناعها أضلته بتملق شفتيها ذهب وراءها لتوه كثور يذهب إلى الذبح أو كالأحمق المقيد للقصاص حتى ينفذ سهم من كبده كطير يسرع إلى الفخ لا يدري أنه لهلاك نفسه والآن أيها الأبناء اسمعوا لي وأصغوا إلى أقوال فمي لا يجنح قلبك إلى طرقها ولا تضل في مسالكها فإنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلها عديدون بيتها طرق الهاوية هابطة إلى مخادع الموت أمثال سليمان الفصل السامن ألعل الحكمة لا تنادي والفطنة لا تطلق صوتها إنها تقف في رؤوس المشارف على الطريق وفي مفترق المسالك بجانب الأبواب عند ثغر المدينة عند مدخل الأبواب تدع قائلة إياكم أيها الناس أنادي وإلى بني البشر صوتي أيها الأغرار تفهم فتنة ويا أيها الأغبياء تعلم فهما اسمعوا فإني أتكلم بأمور جليلة وافتتاح شفتي استقامة فإن فمي يلهج بالصدق وشفتي تمقتان الشر كل أقوال فمي حق ليس فيها عوج ولا التواء كلها سديدة لدى الفهيم ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة خذ تأديبي لا الفضة والمعرفة أفضل من الذهب المنتقى فإن الحكمة خير من الآلئ وكل النفائس لا تساويها أنا الحكمة أساكن الفتنة وأجد معرفة التدبر مخافة الرب بغض الشر الكبرياء والزهو وطريق الشر وفم الأكاذيب أضغطها للمشورة والرأي أنا الفهم بي يملك الملوك ويقضي الرؤساء عدلا بي يترأس الأمراء والشرفاء جميع الذين يقضون بالعدل أنا أحب من يحبونني ومن يبكرون إلي يجدونني عند الغنى والكرامة سروة باقية وبر سمر خير من الذهب والإبريز وغلتي أفضل من الفضة المنتقى أتمشى في سبيل البر في وسط مسالك العدل لكي أورث محبي مالا وأملأ خزائنهم فإن الرب اقتنان في بدء طريقه من قبل ما عمله منذ القدم من الأزل مسحت من البدء من قبل أن كانت الأرض ولدت حين لم تكن غمار وحين لم تكن ينابيع غزيرة المياه من قبل أن استقرت الجبال وقبل التلال ولدت إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا الحقول ولا أول أتربة المسكونة لما أسس السماوات كنت أنا هناك حين رسم دائرة على وجه الغمر حين سبت السحب من فوق حين شدد ينابيع الغمر لما وضع للبحر حده فلا تتعد المياه أمره وحين رسم أسس الأرض كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه فرحة في أرضه المسكونة ولذات مع بني البشر فالآن أيها البنون اسمعوا لي فطوب للذين يحفظون طرقي اسمعوا التأديب وكونوا حكماء ولا تهملوه طوب للإنسان الذي يسمع لي ساهرا عند مصارعي يوما فيوما حافظا قوائما أبوابي فإنه من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب ومن يخطئني يضر نفسه جميع من يبغدونني يحبون الموت أمثال سليمان الفصل التاسع الحكمة بنت بيتها نحتت أعمدتها السبعة ذبحت ذبحها مزجت خمرها ورتبت مائدتها أيضا أرسلت فتياتها تنادي على أعالي مشارف المدينة من هو غر فليمل إلى هنا ولكل ناقس العقل قالت هلموا كلوا من خبزي واشربوا من الخمر التي مزجتها اتركوا الغرة فتحيوا وسيروا في طريق الفهم من ينذر مستهزئا يلحقه هوان ومن يوبخ شريرا يصبه عيبه لا توبخ مستهزئا لألا يبغدك وبخ حكيما فيحبك أعطي حكيما علما فيسير أوفر حكمة علم صديقا فيزداد علما بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس فهم فإنه بي تكثر أيامك وتزداد لك سنو حياة إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل العواقب المرأة الغبية صخبة غرة ولا تدر شيئا فتجلس عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة لتدعو عابري الطريق المقومين سبلهم من هو غر فليمل إلى هنا وللناقس العقل تقول المياه المسروقة عذبة وخبز الخفية لذيذ وهو لا يعلم أن الخيالات هناك وأن مدعويها في أعماق الهاوية أمثال سليمان الفصل العاشر أمثال سليمان الإبن الحكيم يسر أباه والإبن الغبي حزن أمه كنوز الشر لا تنفع أما البر فينجي من الموت الرب لا يجيع نفس الصديق ولكنه يخيب هوى الأشرار من يعمل بيد رخوة يفتقر أما يد المجتهدين فتغني من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل ومن ينام في الحصاد فهو ابن يجلب الخزية بركات على رأس الصديق أما فم الأشرار فيغجاه ظلم ذكر الصديق للبركة واسم الأشرار ينخر حكيم القلب يقبل الوصايا وغبي الشفتين يسرع من يسلك بالاستقامة يسلك في أمان ومن يعوج طرقه يعرف من يغمز بالعين يسبب ألما وغبي الشفتين يسرع فم الصديق ينبوع حياة وفم الأشرار يغشاه ظلم البغض يثير خصومات والمحبة تستر كل الذنوب على شفتي الفهيم توجد حكمة والعصى لظهر ناقص العقل الحكماء يذخرون معرفة أما فم الغبي فدمار قريب سروة الغني مدينته الحصينة فقر المساكين دمارهم أجر الصديق للحياة ربح الشرير للخطية حافظ التأديب هو في سبيل الحياة ورافظ التوبيخ ضال من يخفي البغض فشفتاه كاذبتان ومن يشيع مذمة فهو غبي كسرة الكلام لا تخل من معصية أما ضابط شفتيه فعاقل لسان الصديق فدة منتقات قلب الأشرار كشيء زهيد شفتا الصديق ترعيان كثيرين أما الأغبياء فيموتون من نقص العقل بركة الرب تغني ولا يضيف إليها تعبا فعل الرذيلة عند الغبي كاللهوي أما الحكمة فلذي فتنة ما يخافه الشرير يحل عليه وبغية الصديقين تمنح متى عبرت الزوبعة يزول الشرير أما الصديق فأساس أبدي كالخل للأسنان والدخان للعينين كذلك الكسلان للذين أرسلوه مخافة الرب تزيد الأيام أما سن الأشرار فتقصر رجاء الصديقين فرح أما أمل الأشرار فيبيد طريق الرب حسن للمستقيم والدمار لفاعلي الإثم الصديق لن يتزعزع أبدا والأشرار لن يسكن الأرض فم الصديق ينبت الحكمة أما لسان الأكاذيب فيقطع شفتا الصديق تعرفان المردية أما فم الأشرار فيعرف الأكاذيب أمثال سليمان الفصل الحادي عشر ميزان غش عند الرب والوزن الوافي رضاه حيثما أتت الكبرياء أتى الهوان ومع المتواضعين حكمة كمال المستقيمين يهديهم وعوجاج الغادرين يدمرهم لا ينفع المال في يوم الغضب أما البر فينجي من الموت بر الكامل يقوم طريقه أما الشرير فيسقط بشره بر المستقيمين ينجيهم أما الغادرون فيستأسرون بشهوتهم عند موت إنسان شرير يهلك رجاؤه وأمل الأثمة يبيد الصديق يخلص من الضيق ويحل الشرير مكانه بالفم يدمر المنافق قريبه وبالمعرفة يخلص الصديقون بخير الصديقين تفرح المدينة وعند هلاك الأشرار هتاف ببركة المستقيمين ترتفع المدينة وبفم الأشرار تهدم المحتقر قريبه ناقص العقل أما ذو الفتنة فيسكت الساعب الوشاية يفشي السر والأمين الروح يكتم الأمر حيث ليس تدبير يسقط الشعب أما الخلاص فبكثرة المشيرين من يضمن غريبا يضر شر ضرر ومن يبغد الكفالة مطمئن المرأة ذات النعمة تحصل على كرامة والعتات يحصلون على غنى مطمئن الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه والقاسي يكدر جسده الشرير يكسب أجرة غشا وزارع البر له أجرة أكيدة وهكذا يأول البر إلى الحياة ومن يتبع الشر فلموته ملتوو القلب رجس لدى الرب ومستقيم الطريق رضاه يقينا إن الشرير لا يتبرر أما نسل الصديقين فينجو خزامة ذهب في أنفي خنزيرة المرأة الجميلة العديمة الحصافة بغية الأبرار خير فقط رجاء الأشرار صحة رب مفرق فيزداد أكثر وممسك أكثر مما يليق وإنما إلى الفقر النفس السخية تسمن والمرو هو أيضا يروى محتكر الحنطة يلعنه الشعب والبركة على رأس البائع من يبكر إلى الخير يلتمس الرضا ومن يطلب الشر يلحقه الشر من اتكل على غناه يسقط أما الصديقون فيزهون كالورق الأخضر من أقلق بيته يرث الريح والأحمق خادم لحكيم القلب ثمر الصديق شجرة حياة ورابح النفوس حكيم هو ذا الصديق يجاز في الأرض فكن بالحري الشرير والخاطئ أمثال سليمان الفصل الثاني عشر من يحب التأذيب يحب المعرفة ومن يبغد التوبيخ فهو بليد الصالح ينال رضا من قبل الرب أما رجل المكايد فيحكم عليه لا يثبت الإنسان بالشر أما أصل الصديقين فلا يتزعزع المرأة الفاضلة تاج لرجلها أما جالبة الخزي فكنخر في عظامه أفكار الصديقين عدل تدابير الأشرار غش كلام الأشرار كمين للدم أما فم المستقيمين فينجيهم ينقلب الأشرار فلا يكونون أما بيت الصديقين فيثبت الإنسان يحمد بحسب تعقله أما ذو القلب الملتوي فيحتقر الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوزه الخبز الصديق يراع نفس بهيمته أما أحشاء الأشرار فقاسية من يفلح أرضه يشبع خبزا أما من يتبع الأباطيل فهو ناقص العقل الشرير يشتهي ما هو فخ للأثمة وأصل الصديقين يجدي في معصية الشفتين شرك الشرير أما الصديق فيخرج من الضيق الإنسان يشبع خيرا من ثمر فمه وأعمال يد الإنسان تعود عليه طريق الأحمق مستقيم في عينيه أما سامع المشورة فهو حكيم غيظ الأحمق يعرف في يومه أما الفطن فيستر الهوان الناطق بالأمانة يبدل حق والشاهد زورا يبدغشا يوجد من هزره كطعن السيف أما لسان الحكماء فشفاء شفة الصدق تثبت إلى الأبد ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين الغش في قلب الذين يخترعون الشر وللمشيرين بالسلام فرح لا تصيب الصديق أي بلية أما الأشرار فيمتلئون سوءا شفتا الكذب رجس لدى الرب أما العاملون بالأمانة فرضاه الرجل الفطن يخفي معرفته وقلوب الأغبياء تنادي بحماقتهم يد المجتهدين تسود أما الوانية فتوضع تحت السخرة الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرحه الصديق يهدي قريبه أما طريق الأشرار فيضلهم التهاون لا يمسك صيدا أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الإجتهاد في سبيل البر حياة وفي طريق مسلكه لا موت أمثال سليمان الفصل الثالث عشر الإبن الحكيم يقبل تأديب أبيه والمستهزئ لا يسمع انتهارا الإنسان من ثمر فمه يأكل خيرا ومرام الغادرين ظلم من يصن فمه يحفظ نفسه ومن يفغر شفتيه فله دمار نفس الكسلان تشتهي ولا تنال ونفس المجتهدين تسمن الصديق يبغد كلام الكذب والشرير يخزي ويخجل البر يحفظ من طريقه كامل والشر يقلب الخاطئ يوجد من يتغانى ولا شيء عنده ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل فدية نفس الإنسان غناه أما الفقير فلا يسمع انتهارا نور الصديقين يضيء بابتهاج وسراج الأشرار ينطفئ الخصام إنما يحدث بالكبرياء ومع المتشاورين حكمة غنى البطل يتناقص والجامع بعمل يده يزداد الأمل المسوف يمرد القلب والبغية المتممة شجرة حياة من ازدر الكلمة يخرب نفسه ومن خشي الوصية يكافأ تعليم الحكيم ينبوع حياة لتجنب أشراك الموت حسن التعقل يمنح نعمة أما طريق الغادرين فصعب كل فطن يعمل بالمعرفة والغبي ينشر حمقا الرسول الشرير يقع في الشر والسفير الأمين شفاء فكر وهوان لمن يهمل التأديب ومن يرعى التوبيخ يكرم البغية المتممة تلذ النفس واجتناب الشر ريجسون عند الأغبياء مساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الأغبياء يضر الشر يتبع الخطأة والصديقون يجازون خيرا الصالح يورث بني البنين وثروة الخاطئ تذخر للصديق في حرف الفقراء طعام كثير ورب هالك منهم لعدم العدل من يمنع عصاه يبغض ابنه ومن أحبه يبكر إلى تأديبه الصديق يأكل فتشبع نفسه أما بطن الأشرار فيحتاج أمثال سليمان أمثال سليمان الفصل الرابع عشر المرأة الحكيمة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيديها السالك باستقامته يتق الرب والملتوي في طرقه يحتقره في فم الأحمق قضيب كبرياء أما شفاه الحكماء فتحفظهم حيث لا بقر فالمعلف فارغ وكثرة الغلات بقوة الثور الشاهد الأمين لا يكذب والشاهد الزور ينفث الأكاذيب المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها والمعرفة هينة للفهيم اذهب من أمام الإنسان الغبي لأنك لا تشعر أن عنده شفتي معرفة حكمة الفطن فهم طريقه وحماقة الأغبياء غش الحمقى يستهزئون بالإسم وبين المستقيمين رضا القلب يعرف مرارة نفسه ولا يشاركه غريبا في فرحه بيت الأشرار يخرب وخيمة المستقيمين تزهر رب طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت يكتئب القلب حتى في الضحك وعاقبة الفرح حزن المرتد القلب يشبع من طرقه والإنسان الصالح مما عنده الغر يصدق كل كلمة والفطن يتأمل خطواته الحكيم يخشى ويحيد عن الشر والغبي يتصلف ويعتد بنفسه السريع الغضب يعمل بمحماقة وذو المكايد يبغض الأغرار يرسون الحماقة وذو الفطنة يتوجون بالمعرفة الأشرار ينحنون أمام الأخيار والأثمة لدى أبواب الصديق الفقير مبغض حتى عند قريبه وأحباء الغني كثيرون من يحتقر قريبه يخطئ ومن يرحم المساكين فطوبى له أما يضل مخترع الشر أما الإخلاص والأمانة فلمبدعي الخير في كل تعب منفعة وما في كلام الشفتين إلا العوز تاج الحكماء غناهم وحماقة الأغبياء حماقة فحسبوا الشاهد الصادق ينجي النفوس ومن ينفث الأكاذيب غاش في مخافة الرب ثقة شديدة ولبنيه يكون ملجأ مخافة الرب ينبوع حياة لاجتناب أشراك الموت في كثرة الشعب فخر الملك وفي انقراض القوم دمار الأمير بطيء الغضب كثير الفطنة وقليل الصبر يمجد الحماقة هدوء القلب حياة الجسد والغيرة نخر العظام ظالم الفقير يعير خالقه وراحم المسكين يمجده الشرير ينطرح بشره أما الصديق فواثق عند موته في قلب الفهيم تستقر الحكمة وما في داخل الأغبياء يعرف البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية ردوان الملك على العبد العاقل وصخطه ينصب على من يجلب الخزي أمثال سليمان الفصل الخامس عشر الجواب اللين يرد الصخط والكلام الموجع يثير الغضب ألسنة الحكماء تحسن المعرفة وأفواه الأغبياء تفيد حماقة عينا الرب في كل مكان ترقبان الطالحين والصالحين هدوء اللسان شجرة حياة وعوجاجه سحق في الروح الأحمق يستهين بتأديب أبيه أما مراعي التوبيخ فيفطن في بيت الصديق كنز عظيم وفي دخل الأشرار كدر شفاه الحكماء تنسر معرفة أما قلوب الأغبياء فليست كذلك ذبيحة الأشرار رجس عند الرب وصلاة المستقيمين مرضاته طريق الأشرار رجس عند الرب ولكنه يحب تابع البر التأديب القاسي لتارك السبيل ومبغض التوبيخ يموت الهاوية والهلاك أمام الرب فكم بالحري قلوب بني البشر المستهزئ لا يحب أن يوبخ وإلى الحكماء لا يذهب القلب الفرح يعطي الوجه طلاقة وبحزن القلب ينسحق الروح قلب الفهيم يطلب معرفة وأفواه الأغبياء ترعى حماقة كل أيام البائس شقية أما طيب القلب فوليمة دائمة القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع الطراب أكلة من البقول مع المحبة خير من ثور مسمن ومعه بغضة الإنسان الغضوب يثير النزاع وبطيء الغضب يسكن الخصام طريق الكسلان كسياج من أشواك وسبيل المستقيمين ممهد الإبن الحكيم يسر أباه والإنسان الغبي يحتقر أمه الحماقة فرح لناقس العقل أما ذو الفتنة فيستقيم في مسلكه مقاصد بغير مشورة تبطل وبكسرة المشيرين تقوم يسر الإنسان بجواب فمه والكلمة في وقتها ما أحسنها للعاقل سبيل الحياة إلى فوق لكي يحيد عن الهاوية من تحت الرب يقتلع بيت المتكبرين ويوطد تخم الأرملة أفكار الشرير رجس عند الرب وأقوال الأطهار مرضية لديه من يربح كثبا شريرا يكدر بيته ومن يكره الرشا يحيا طلب الصديق يتفكر في الجواب وأفواه الأشرار تفيد شرورا الرب بعيد من الأشرار ولكنه يسمع صلاة الصديقين نور العينين يفرح القلب والخبر الطيب يسمن العظام الأذن التي تسمع توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء من يهمل التأديب يحتقر نفسه ومن يسمع التوبيخ يقتني فهما مخافة الرب تأديب حكمة وقبل الكرامة التواضع أمثال سليمان الفصل السادس عشر للإنسان تدابير القلب ومن الرب جواب اللسان كل طرق الإنسان نقية في عينيه والرب وازن الأرواح سلم للرب أعمالك فتثبت مقاصدك الرب صنع الجميع لغرض والشرير أيضا ليوم السوء كل متشامخ القلب رتس عند الرب ومن المؤكد أنه لا يتبرأ بالإخلاص والأمانة يستر الإسم وفي مخافة الرب تجنب الشر إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمونه القليل مع بر خير من دخل جزيل بغير حق قلب الإنسان يفكر في طريقه والرب يهدي خطواته في شفتي الملك وحي في القضاء فمه لا يخون قبان العدل وميزانه للرب كل معايير الكيس عمله فعل الشر رتس عند الملوك لأن العرش يثبت بالبر مرضات الملوك شفتا حق وهم يحبون المتكلم باستقامة غضب الملك رسول موت والإنسان الحكيم يستعطفه في نور وجه الملك حياة ورضاه كسحاب مطر الربيع اقتناء الحكمة اخكم هو خير من الذهب واقتناء الفهم يفضل على الفضة منهج المستقيمين تجنب الشر حافظ نفسه من يسون طريقه قبل الكثر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح تواضع الروح مع الودعاء خير من اقتسام الغنيمة مع المتكبرين المتعقل في أمره يجد خيرا والمتوكل على الرب طوبى له حكيم القلب يدعى فهيما وحلاوة الشفتين تزيدهما اقناعا العقل ينبوع حياة لصاحبه وحماقة الحمقى تأديب لهم قلب الحكيم يرشد فمه ويزيد شفتيه اقتناعا الكلام الحسن شهد عسل حلوا للنفس وشفاء للعظام ربى طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت نفس العامل تعمل لحاجته لأن فمه يحسه إنسان الرجس يحفر حفرة للسوء وعلى شفتيه شبه نار متقدة إنسان العوج ينشر النزاع والنمام يفرق الأصدقاء الإنسان الظالم يغوي قريبه ويسوقه في طريق غير صالح من يغمز بعينيه فلكي يفكر أفكارا ذات عوج ومن يعض على شفتيه فقد أتم شرا الشيبة تاج جمال إذا ما وجدت في طريق البر بطيء الغضب خير من الجبار ومالك نفسه خير ممن يأخذ مدينة تلقى القرعة في الحدن ومن الرب حكمها كله أمثال سليمان الفصل السابع عشر لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام العبد العاقل يتصلط على الإبن المخزي ويقاسم الإخوة الميراثة البوتقة للفضة والكور للذهب والرب يمتحن القلوب فاعل الشر يصغي إلى شفة الإسم والكاذب يستمع إلى لسان مهلك المستهزئ بالفقير يعير خالقه والفرحان ببلية لا يتبرأ تاج الشيوخ بن البنين وفخر البنين آباؤهم شفة الفضل لا تليق بالأحمق فبالأحرى شفة الكذب بالشريف الهدية حجر كريم في عيني صاحبها حيث ما تتوجه تفلح من يستر معصية يطلب المحبة ومن يعيد الكلام فيها يفرق الأصدقاء الانتهار يؤثر في الفهيم أكثر من مئة جلدة في الغبي الشرير إنما يطلب التمرد فيرسل عليه رسول قاس لأن تلتقي بالإنسان دبة سكول ولا يلتقي به غبي في حماقته من يجاز عن خير بشر فلن يبرح الشر من بيته ابتداء النزاع كإطلاق الماء فدع المخاصمة قبل أن تنفجر مبرئ المذنب ومذنب البريئ كلاهما رجس عند الرب لماذا يكون في يد الغبي سمن لاقتناء الحكمة ولا لبها له الصديق يحب في كل حين والأخ يولد للشدة الإنسان الناقس العقل يمد يده للكفالة فيضمن في حضور قريبه ضمانا من يحب المعصية يحب الخصام ومن يعلي بابه يلتمس الدمار ملتو القلب لا يجد خيرا ومتقلب اللسان يقع في السوء من يلد غبيا فلحزنه وأب الأحمق لا يفرح القلب الفرحان يحسن البرأ أما الروح المنسحقة فتخفف العظام الشرير يأخذ الرشوة من الحضن ليعوج سبل القضاء الحكمة أمام ذي الفهم وعينا الغبي في أقاص الأرض الإبن الغبي غم لأبيه ومرارة لمن ولدته لا يحسن أن يغرم البريء وضرب الشرفاء مجانب للاستقامة من يحبس كلامه فذو معرفة وهادئ الروح ذو فتنة حتى الأحمق إذا سكت يحسب حكيما ومن ضم شفتيه يحسب فهيما أمثال سليمان الفصل السامن عشر المعتزل يطلب شهوته وينفجر غيظا ضد كل مشورة الغبي لا يسر بالفتنة بل يكشف ما في قلبه إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا ومع الهوان عار كلمات فم الإنسان مياه عميقة ونبع الحكمة نهر متدفق لا تحسن محابات الشرير لكي يخذل الصديق في القضاء شفتا الغبي تدخلاني في الخصومة وفمه يجلب عليه ضربات فم الغبي مهلكة له وشفتاه شرك لنفسه كلمات النمامي مثل لقمة حلوة فهي تنزل إلى أعماق الجوف المتراخ في عمله هو أيضا أخ المهلك اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع ثروة الغني مدينته الحصينة وهي في وهمه سور منيع قبل الكسر يتكبر القلب الإنسان وقبل الكرامة التواضع من يرد جوابا قبل أن يسمع فذلك له غباء وعار روح الإنسان تحتمل مرضه أما الروح المنسحقة فمن يحملها قلب الفهيم يقتن معرفة وأذن الحكماء تطلب علما هدية الإنسان تفسح له المجال وتهديه إلى حضرة العظماء يظهر الأول في دعواه محقا فيأتي خصمه ويفحص عنه القرعة تزيل المنازعات وتفصل بين الأقوياء الأخ المساء إليه أمنع من مدينة حصينة والمنازعات كعارضة قلعة من ثمر فم الإنسان يشبع جوفه من غلة شفتيه يشبع الموت والحياة في قدرة اللسان وأحباءه يأكلون ثماره من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من لدن الرب الفقير يتكلم بتضرعات والغني يجاوب بغلظة ذو الأصدقاء ينبغي أن يبدي الصداقة ويوجد محب أقرب علاقة من الأخي سفر أمثال سليمان الفصل التاسع عشر الفقير السالك بكماله خير من ملتو الشفتين وهو غبي ليس حسنا أن تكون النفس بدون معرفة ومن يعجل بقدميه يزل حماقة الإنسان تعوج طريقه وقلبه يحنق على الرب الغني يكثر الأصحاب أما الفقير فينفصل عنه قريبه شاهد الزور لا يبرأ ونافث الأكاذيب لا ينجو كثيرون يستعطفون وجه الكريم وكل صاحب لذي العطايا جميع إخوة الفقير يبغدونه فبالأحرى أصدقاؤه يبتعدون عنه وهو إنما يتبع أقوالا وليس منها شيء من اقتنى الفهم أحب نفسه ومن حفظ الفتنة وجد خيرا شاهد الزور لا يبرأ ونافس الأكاذيب يهلك التنعم لا يليق بالغبي فكم بالأول لا يليق أن يسود العبد على الأمراء تعقل الإنسان يبتئ غضبه وفخره أن يتجاوز عن المعصيات حنق الملك كزمجرة الشبل ورضوانه كالندى على العشب الإبن الغبي مصيبة لأبيه ومنازعات الزوجة كالوكف المتواصل البيت والسروة ميراث من الآباء أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب الكسل يلقي في السبات والنفس المتوانية تجوع حافظ الوصية حافظا نفسه والمتهاون بطرقه يموت من يرحم المسكين يقرد الرب فيجزيه بصنيعه أدب ابنك ما دام فيه رجاء ولا تحمل نفسك على إهلاكه شديد الغضب يحمل العقوبة لأنك إذا نجيته عليك أن تعيد الكرة اسمع المشورة واقبل التأديب لكي تصير حكيما في أواخرك في قلب الإنسان أفكار كثيرة لكن مشورة الرب هي التي تثبت المرغوب في الإنسان إخلاصه والفقير خير من الكذوب مخافة الرب للحياة وصاحبها يبيت شبعانا لا يلم به شر الكسلان يخفي يده في الصحفة ولا يردها ولا إلى فمه ادرب المستهزئ فيتفطن الغر ووبخ فهيما فيفهم معرفة من أساء إلى أبيه وطرد أمه فهو ابن مخزن مخجل كف يا بنيا عن استماع التأديب وأنت تضل عن أقوال المعرفة شاهد الظلم يستهزئ بالعدل وفم الأشرار يبتلع الإسم القصاص معد للمستهزئين والضرب لظهور الأغبياء سفر الأمثال الفصل العشرون الخمر مستهزئة المسكر صخاب ومن يترنح بهما فليس بحكيما رعب الملك كزمجرة الشبل من يغضه يخطئ إلى نفسه كرامة الإنسان ابتعاده عن الخصام وكل أحمق ينازع الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء فيبحث في الحصاد ولا يجد المشورة في قلب الإنسان مياه عميقة وذو الفطنة يستقيها كثيرون من البشر ينادون كل واحدا بإخلاصه أما الإنسان الأمين فمن يجده الصديق السالك بكماله طوبى لبنيه من بعده الملك الجالس على عرش القضاء يذري كل شر بنظره من يستطيع أن يقول إني زكيت قلبي تطهرت من خطيئتي معياراني مختلفاني ومكيالاني متفاوتاني كلاهما رجس عند الرب حتى الصبي يعرف بأفعاله هل عمله نقي ومستقيم الأذن السامعة والعين الباصرة الرب صنعا كلتيهما لا تحب النوم لألا تفتقرا افتح عينيك تشبع خبزا يقول المشتري رديء رديء وإذا مضى لسبيله فحينئذ يفتخر الذهب موجود ولآلئ أما شفاه المعرفة فجوهرة سمينة خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا ولأجل الأجانب ارتهنا منه خبز الكذب لذيذ للإنسان ومن بعد يمتلئ فمه حصن المقاصد تثبت بالمشورة وبحسن التدبير باشر الحرب الساعب النميمة يفشي السر فلا تخالت فاغر شفتيه من سبى أباه وأمه ينطفئ سراجه في الظلام الحالك رب ملك استولي عليه بالعجل في أوله أما آخرته فلا تبارك لا تقول إنني أجزي الشر انتظر الرب فيخلسك معياران مختلفان رجس عند الرب وميزان الغش ليس بصالح إنما خطوات الرجل من الرب أما الإنسان فكيف يفهم طريقه شرك للإنسان أن يلغو قائلا إنه مقدس وبعد النذر يتساءل في الأمر الملك الحكيم يذر الأشرار ويرد عليهم عجلات النورج نفس الإنسان سراج الرب الذي يفحص جميع أعماق الجوف الإخلاص والأمانة يحفظان الملك وعرشه يسند بالإخلاص فخر الشبان قوتهم وبهاء الشيوخ المشيب حبر الجرح تنق من الشر والضربات تنق أعماق الجوف أمثال سليمان الفصل الحاد والعشرون قلب الملك في يد الرب جداول مياه يعتفه حيث ما شاء كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه ووازن القلوب الرب إجراء البر والعدل أفضل عند الرب من الذبيحة ارتفاع العينين وانتفاخ القلب وسراج الأشرار خطيئة أفكار المجتهد تقود حتما إلى الخصب وكل عجول إنما يسرع إلى العوز تحصيل الكنوز بلسان الكذب بخار زائل لملتمسي الموت اغتصاب الأشرار يجرفهم لأنهم أبوا إجراء العدل طريق المثقل بالوزر معوج أما النقي فعمله مستقيم السكن في زاوية سطح خير من بيت مشترك مع امرأة منازعة نفس الشرير تشتهي الشر قريبه لا يجد نعمة في عينيه إذا عوقب المستهزئ صار الغر حكيما وإذا أرشد الحكيم قبل المعرفة البار يتأمل بيت الشرير فيرى كيف ينقلب الأشرار في السوء من سدى أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب له الهدية في الخفاء تخمد الغضب والرشوة في الحضن تسكن الصخط الشديد إجراء العدل فرح للصديق وفزع لفاعلي الإسم الإنسان الذي يضل عن طريق التعقل يستقر في مجتمع الخيالات محب السرور إنسان معوز ومحب الخمر والدهن لا يستغني الشرير فدية عن الصديق والغادر عن المستقيمين السكن في أرض برية خير من السكن مع امرأة منازعة شرسة في بيت الحكيم كنز سمين وزيت أما الإنسان الغبي فيبددهما من اتبع البر والرحمة يجد حياة وبرا وكرامة الحكيم يعتل أسوار مدينة الجبابرة ويدك القوة التي تعتمد عليها من يحفظ فمه ولسانه يحفظ نفسه من الضيقات المتكبر الصلف يسمى مستهزئا لأنه يعمل في فيد الكبرياء شهوة الكسلان تقتله لأن يديه تأبيان العمل ليوم كله يشتهي ويتمنى أما الصديق فيعطي ولا يضن ذبيحة الأشرار رجس فبالأحرى إذا قدمت بغش شاهد الزور يحلك وكلام الإنسان السامع يبقى الشرير يصلب وجهه أما المستقيم فيسدد طريقه ليس من حكمة ولا فطنة ولا مشورة تقوم تجاه الرب الفرس معد ليوم الحرب أما النصرة فمن الرب أمثال سليمان الفصل الثاني والعشرون الصيت أفضل من الغنى الكثير والنعمة خير من الفدة والذهب الغني والفقير يتلاقيان الرب صانعهما كليهما الفطن يبسر الشر فيتوارى والأغرار يعبرون فيعاقبون سواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة أشواك وفخاخ في طريق الملتوي من يحفظ نفسه يبتعد عنها درب الصبي في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه الغني يتسلط على الفقراء والمقترد عبد للمقرد الزارع ظلما يحصد بلية وعصى سخته تفنى ذو العين الخيرة يبارك لأنه يعطي الفقير من خبزه أطرد المستهزئ فيخرج النزاع ويبطل الخصام والخزي من أحب طهارة القلب فالنعمة على شفتيه ويكون الملك صديقه عينا الرب ترعيان المعرفة وهو يقلب كلام الغادرين قال الكسلان إن في الخارج أسدا فأقتل في الشوارع فم الغريبات هوة عميقة ومن غضب الرب عليه يسقط فيها الحماقة مرتبطة بقلب الصبي لكن عصى التأديب تبعدها عنه من يظلم المسكين ليزيد ما عنده ومن يعطي الغني فمآلهما إلى العوز أمل أذنك واسمع كلمات الحكماء ووجه قلبك إلى معرفتي فإنه حسن إن حفظتها في باطنك وإن كانت جميعها حاضرة على شفتيك ليكون اتكالك على الرب عرفتك أنت إياها اليوم ألم أكتب لك أمورا جليلة في المشورة والعلم لأعلمك صدق أقوال الحق لترد جواب الحق للذين أرسلوك لا تسلب المسكين لأنه مسكين ولا تسحق البائس عند باب المدينة فإن الرب يقيم دعواهما ويسلب نفوس ساليبهما لا تصاحب رجلا غضوبا ولا تساير إنسانا حنيقا لأل تألف سبله وتأخذ شركا لنفسك لا تكن ممن يكفلون الغير ولا ممن يضمنون الديون إن لم يكن لك ما تفي به فلماذا يؤخذ فراشك من تحتك لا تنقل الحد القديم الذي وضعه آباءك أرأيت إنسانا ماهرا في عمله أمام الملوك يقف ولا يقف أمام الخاملين سفر الأمثال الفصل الثالث والعشرون إذا جلست تأكل مع ذي سلطة فتأمل بإمعان فيما هو أمامك وضع سكينا لحنجرتك إن كنت ذا شره لا تشتهي أطايبه فإنها طعام خادع لا تتعب لكي تصبح غنيا لتكفك فتنتك عن هذا هل تتجه عيناك نحوه وهو ليس بموجود فإنه قد صنع لنفسه جناحين وطارك النسر نحو السماء لا تأكل خبز ذي عين شريرة ولا تشتهي أطايبه لأنه كما يفكر في نفسه هكذا يكون يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك اللقمة التي أكلتها تتقيأها وتهدر كلماتك العذبة لا تتكلم في أذني غبي فإنه يحتقر ما في كلماتك من تعقل لا تنقل الحد القديم ولا تدخل حقول الأيتام فإن وليهم قوي وهو يقيم دعواهم عليك وجه قلبك للتأدب وأذنيك إلى أقوال المعرفة لا تمنع التأديب عن الصبي فإنك إن ضربته بعصا لا يموت إن ضربته أنت بالعصا فإنك تنقذ نفسه من الهاوية يا بنيا إن كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا وتبتهج نفسي إذا تكلمت شفتاك بالاستقامة لا يحسدن قلبك الخطأ أطاب الكن في مخافة الرب اليوم كله فإنه لا بد من العاقبة ورجاءك لا يخيب اسمع أنت يا بنيا وكن حكيما وأرشد قلبك في الطريق لا تكن بين شريبي الخمر وبين النهمين في أكل اللحم فإن السكير والنهم يفتقران والنوم يكسل إنسان الخرق اسمع لأبيك الذي ولدك ولا تحتقر أمك إذا شاخت اقتني الحق ولا تبعه وكذا الحكمة والتأدب والفهم أبو الصديق يبتهج ابتهاجا ومن ولد حكيما يسر به ليفرح أبوك وأمك والتبتهج التي ولدتك يا بنيا أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي فإن البغية هوة عميقة والغريبة حفرة ضيقة فهي تكمن كلص وتزيد الغادرين بين الناس لمن الويل لمن الشقاء لمن المنازعات لمن الشكوى لمن الجروح بغير سبب لمن احمرار العينين للذين يدمنون الخمر الذين يذهبون في طلب الشراب الممزوج لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت وظهر حبابها في الكأس وساغت تترقرق في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان تنظر عيناك غرائبا وينطق قلبك بأمور ملتوية وتكون كمتجع في قلب البحر أو كمستلق على رأس سارية تقول لقد ضربوني ولم أتوجع لقد لكأوني ولم أشعر متى أستيقظ فأعود إلى التماسها أمثال سليمان الفصل الرابع والعشرون لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم فإن قلبهم يلهج بالاغتصاب وشفتاهم تتكلم بالأذى بالحكمة يبنى البيت وبالفتنة يثبت وبالمعرفة تمتلئ المخادع من كل ثروة ثمينة بهجة الرجل الحكيم ذو عزة وإنسان المعرفة يؤيد القوة لأنك بحسن التدبير تباشر حربك والخلاص بكسرة المشيرين الحكمة عالية على الأحمق عند الباب لا يفتح فمه المتفكر في عمل الشر يدعى صاحب مكايدا مقصد الحماقة خطيئة والمستهزئ رجس عند الناس إن تراخيت في يوم الضيق طباءلت قوتك أنقذ المسوقين إلى الموت وخلص المتعصرين في طريقهم إلى القتل إن قلت إننا لم نعلم بهذا ألا يفهم وازن القلوب وحافظ نفسك ألا يعلم فيرد على الإنسان مثل عمله يا بنيا كل عسلا فإنه طيب وشهدا فإنه حلو في حلقك فاعرف أنه هكذا تكون الحكمة لنفسك إن وجدتها فلابد من العاقبة ورجاءك لا يخيب لا تكمن كالشرير على مسكن الصديق ولا تخرب مقره فإن الصديق يسقط سبع مرات وينهض أما الأشرار فيعثرون بالشر لا تفرح إذا سقط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عثر لألا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه فيرد عنه غضبه لا يحمو غضبك بسبب الأشرار ولا تحسد الأثمة فإنه لا تكون عاقبة للشرير وسراج الأثمة ينطفئ يا بنيا اتق الرب والملك ولا تخالط المتقلبين فإن العطبى يقوم منهما بغتة ومن يعلم الهلاك الذي يأتي منهما هذه أيضا أقوال للحكماء محابات الوجوه في الحكم ليست بصالحة من يقول للشرير أنت صديق تلعنه الشعوب وتنقطه الأمم أما الذين يوبخونه فيسرون وتأتي عليهم بركة خير من يجاوب بكلام سديد فكأنه يقبل الشفتين هيئ عملك في الخارج وأعده في حقلك وبعد ذلك ابني بيتك لا تكن شاهدا على قريبك بغير سبب ولا تخادع بشفتيك لا تقل كما فعل بي هكذا أفعل به أرد على الإنسان ما فعله بي لقد مررت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقس العقل فإذا الشوك قد علاه كله والعوسج غطى وجهه وجداره المقام من حجارة قد انهدما ثم نظرت ووعيت في قلبي رأيت فقبلت تأذيبا قليل من النوم بعد قليل من النعاس وطي اليدين قليلا للرقادي فيأتي فقرك ساعيا وعوزك كرجل متسلح أمثال سليمان الفصل الخامس والعشرون هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذة مجد الله إخفاء الأمر ومجد الملوك فحص الأمر السماء للعلو والأرض للعمق وقلوب الملوك لا تفحص أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ أزل الشرير من أمام الملك فيثبت بالعدل عرشه لا تتفاخر أمام الملك وفي مكان العظماء لا تقف فإنه خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا من أن تحطى أمام الأمير الذي رأته عيناك لا تبرز عاجلا إلى الخصام وإلا فماذا تصنع في الآخر حين يخزيك قريبك ابحث دعواك مع قريبك ولا تبح بسر غيرك لأن لا يعيرك السامع فلا تزول مذمتك الكلمة المقولة في أوانها تفاح من ذهب في مصوغ من فضة الموبخ الحكيم لأذن واعية قرط من ذهب وحلي من إبريز الرسول الأمين يكون لمرسليه مثل برد السلج في يوم الحصاد لأنه ينعش نفوس سادته الإنسان المفتخر بهدية كذب إنما هو سحاب وريح من غير مطر بتول الأنات يقتنع الحاكم واللسان اللين يكسر العظام إذا وجدت عسلا فكل ما يكفيك فقط لألا تتخم فتتقيأه إجعل قدمك عزيزة في بيت قريبك لألا يمل منك فيبغضك الإنسان الذي يشهد زورا على قريبه هو هراوة وسيف وسهم حد الثقة بالغادر في يوم الضيق سن مهتومة وقدم مخلعة من يغني الأغاني لقلب كئيب يكون كنزع السوب في يوم البرد وكخل على نطرون إن جاع عدوك فأطعمه خبزا وإن عطشا فسقه ماءا فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيكا ريح الشمال تجلب المطر واللسان السالب يجعل الوجوه عابسة السكنة في زاوية سطح خير من بيت مشترك مع امرأة منازعة مياه باردة لنفس عطش الخبر الطيب من أرض بعيدة عين مكدرة وينبوع ملوث الصديق الذي يزل أمام الشرير الإكثار من أكل العسل ليس بحسن وطلب مجد النفس لا يشرف الإنسان الذي لا يضبط نفسه مدينة متهدمة بلا سور أمثال سليمان الفصل السادس والعشرون كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد هكذا الكرامة لا تليق بالغبي كالعصفور في جولانه والسنونة في طيرانها كذلك لعنة من غير علة لا تستقر الصوت للفرس واللجام للحمار والعصى لظهور الأغبياء لا تجاوب الغبي بحسب حماقته لألا تكون أنت نظيره جاوب الغبي على قدر حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه من يرسل كلاما على يدي غبي فإنما يقطع رجليه ويتجرع الظلم ساقال أعرجي متدليتاني وكذلك المثل من فم الأغبياء مثل من يعطي كرامة لغبي كمثل من يربط حجرا بالمقلاع كشوك مرتفع بيد سكران هكذا المثل في فم الأغبياء من يستأجر غبيا أو يستأجر عابر سبيل كرام سهاما يطعن الجميع كما يعود الكلب إلى قيئه هكذا يعيد الغبي حماقته أرأيت إنسانا حكيما في عيني نفسه إن الرجاء في الغبي أكثر من الرجاء فيه قال الكسلان إن في الطريق شبلا إن في الشوارع أسدا كما يدور الباب على محاوره هكذا يتقلب الكسلان على فراشه الكسلان يخفي يده في الصحفة ويشق عليه أن يردها إلى فمه الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من سبعة يجيبون بعقل من يمر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه كمن يمسك بأذني كلب كمجنون يقذف شررا وسهاما وموتا هكذا الإنسان الذي يخدع قريبه ويقول إنما أنا أمزح بنفاد الحطب تنطفئ النار وبزوال النمام يهدأ النزاع كالفحم للجمر وكالحطب للنار هكذا الإنسان المنازع لإدرام الخصومة كلمات النمام مثل لقم حلوة فهي تنزل إلى أعماق الجوف الشفتان المتوقدتان والقلب الشرير مثل زغل الفضة يغش خزفه بشفتيه يتنكر المبغد وفي داخله يضبر غشا إذا تكلم بلطف فلا تأت منه فإن سبع رجاسات في قلبه فمع أنه يغطي بغضه بمكر فإن خبثه يكشف بين الجماعة من يحفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجرا يرجع عليه اللسان الكاذب يبغض صرعاه والفم الملك يجلب خرابا أمثال سليمان الفصل السابع والعشرون لا تفتخر بالغدي فإنك لا تعلم ماذا يلد يوم ما ليمدحك الغريب لا فمك الأجنبي لا شفتاك الحجر سقيل والرمل سقيل وغضب الأحمق أثقل منهما كليهما الحنق قاس والسخط جارف وأما الغيرة فمن يقف أمامها التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتري أمينة هي جروح المحب أما قبلات العدو فبإفراط النفس الشبعة تدوس الشهد وللنفس الجائعة كل مر حلو مثل العصفور التائه من عشه هكذا الإنسان التائه من مكانه الدهن والبخور يفرحان القلب هكذا حلاوة الصديق التي تصدر عن مشورة مخلصة لا تترك صديقك ولا صديق أبيك ولا تدخل بيت أخيك في يوم بليتك جار قريب خير من أخ بعيد يا بنيا كن حكيما وفرح قلبي لأجيب من يعيرني بكلمة الفطن يبصر الشر فيتوارى والأغرار يعبرون فيعاقبون خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا ولأجل الأجنبية ارتهن منه من يبارك قريبه بصوت عال في الصباح الباكر تحسب بركته لعنة الوكف المتواصل في يوم منطر والمرأة المنازعة سياني من يحاول ضبطها فإنما يضبط الريح وتقبض يمينه على زيت الحديد يرهف الحديد والإنسان يرهف شخصية صاحبه من يحرس تينة يأكل من ثمرها ومن يحافظ على سيده يكرم كما في الماء الوجه يقابل الوجه كذلك القلب الإنسان يعكس الإنسان الهاوية والهلاك لا يشبعان وكذا عينا الإنسان لا تشبعان البوتقة للفضة والكور للزهب وكذا الإنسان يمتحن بما يمدح به لو دققت الأحمق في هاون بين السميذ بالمدق لا تفارقه حماقته اعرف جيدا حال غنمك واجعل قلبك إلى قطعانك فإن الغنى ليس بدائم وهل يبقى التاج إلى جيل فجيل متى رفع الحشيش وظهر العشب واجمع كلأ الجبال تمدك الحملان بلباسك والكباش بثمن حقل وحسبك لبن المعز طعاما لك وقوتا لبيتك ومعيشة لفتياتك أمثال سليمان الفصل السامن والعشرون الأشرار يهربون ولا طارد أما الصديقون فكشبل يطمئنون لمعصية أرض يكثر رؤساؤها وبإنسان فهم ومعرفة يطول ثباتها الرجل الفقير الذي يظلم المساكين هو مطر جارف لا يبقي طعاما تاركوا الشريعة يمدحون الأشرار وحافظوا الشريعة يخاصمونهم الناس الأشرار لا يفهمون العدل أما طالبوا الرب فيفهمون كل شيء الفقير السالك باستقامة خير من معوج الطرق وهو غني من يحفظ الشريعة فهو ابن فهيم وصاحب المسرفين يخجل أباه من يكثر ماله بالربى والمرابحة فإنما يجمعه لمن يرحم المساكين من يصرف أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا رجسون من يضلل المستقيمين في طريق السوء فهو يسقط في حفرته أما الكاملون فيرسون خيرا الإنسان الغني حكيم في عيني نفسه والمسكين الفهيم ينفذ إلى حقيقته إذا فرح الصديقون عظم الفخر وعند قيام الأشرار يتوارى الناس من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم طوبى لمن يتقي دائما أما من يقس قلبه فيسقط في الشر أسد زائر ودب ثائر الشرير المتسلط على شعب مسكين رئيس ناقص الفتنة يكثر المظالم أما الذي يبغد الكسب الشرير فتطول أيامه الإنسان المثقل بدم نفس يهرب إلى الحفرة لا يمسكنه أحد السالك بالكمال يخلص والملتوي بين طريقين يسقط في أحدهما من يفلح أرضه يشبع خبزا أما من يتبع الأباطيلا فيشبع فقرا الإنسان الأمين كثير البركات والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ محابات الوجوه ليست صالحة فلأجل كسرة خبز يذنب الرجل ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى ولا يعلم أن العوز يأتيه من يوبخ إنسانا يجد نعمة من بعد أكثر ممن يملق باللسان من يسلب أباه أو أمه ويقول لا معصية في هذا فهو رفيق للإنسان المدمر منتفخ النفس يهيج النزاع والمتكل على الرب يسمن المتكل على قلبه هو غبي والسالك بحكمة ينجو من يعطي الفقير لا يحتاج ومن يحجب عينيه عنه فعليه لعنات كثيرة عند قيام الأشرار يتوارى الناس وعند هلاكهم يكثر الصديقون سفر الأمثال الفصل السلاثون كلام أجور ابن ياقة من مسا قول الرجل لإيثئيل لإيثئيل وأكال إني أبلد من كل الناس وليس لي فهم إنسان وليس لي فهم إنسان سفر الأمثال الفصل السلاثون كلام أجور ابن ياقة من مسا قول الرجل لإيثئيل لإيثئيل وأكال إني أبلد من كل الناس وليس لي فهم إنسان ولم أتعلم الحكمة ولم أعرف معرفة القدوس من صعد إلى السماوات ونزل من جمع الريح في حفنتيه من صر المياه في ثوب من سبت جميع أطراف الأرض ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت كل قول من الله نقي هو ترس للمحتمين به لا تزد على كلماته لأن لا يوبخك فتكذبا شيئين سألتك فلا تمنعهما عني قبل أن أموتا أبعد عني الباطلا والكذبا لا تعطني فقرا ولا غنا هبني نصيبي من الطعام لأن لا أشبعا فأجحدا وأقولا من هو الرب أو لألا أفتقر فأسرقا وأتخذ اسم إله باطلا لا تشك عبدا إلى سيده لألا يلعنك فتزنبا رب جيل يلعن أباه ولا يبارك أمه جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يغتسل من قذره جيل ما أرفع عينيه وجفونه متعالية جيل أسنانه سيوف وأضراسه سكاكين لافتراس البائسين عن الأرض والمساكين من بين الناس للعلقة بنتاني تقولاني هاتي هاتي ثلاثة لا تشبع أربعة لا تقول كفا الهاوية والرحم العقيم والأرض التي لا تشبع ماء والنار لا تقول كفا العين المستهزئة بالأبي والمستهينة بإطاعة الأم تفقأها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر ثلاثة يعجزني فهمها وأربعة لا أعلمها طريق النسر في السماوات وطريق حية على صخر وطريق سفينة في قلب البحر وطريق رجل مع فتاة كذلك طريق المرأة الزانية تأكل وتمسح فمها وتقول ما عملت اسما تحت ثلاثة ترتج الأرض وأربعة لا تستطيع احتمالها تحت عبد إذا ملك وأحمق إذا شبع طعاما وتحت ممقوتة إذا تزوجت وأمت إذا ورثت سيدتها أربعة هي الصغرى في الأرض ولكنها حكيمة للغاية النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تجعل بيوتها في الصخر الجراد لا ملك له ولكنه يخرج كله فرقا فرقا الوزغة تمسك بالأيدي وهي في قصور الملوك ثلاثة هي حسنة التخطي وأربعة مشيها جميل الليث جبار الوحوش ولا يرجع من وجه أحد الديك والتيس والملك الذي قومه معه إن حمقت برفع نفسك أو فكرت في الشر فضع يدك على فمك إن عصر اللبن يخرج زبدا وعصر الأنف يخرج دما وعصر الغضب يخرج خصاما سفر الأمثال الفصل الحادي والثلاثون كلام لمئي الملك الذي علمته إياه أمه ماذا يا بنيا ثم ماذا يا ابن أحشائي ثم ماذا يا ابن نذوري لا تعطي قوتك للنساء ولا طرقك لمهلكات الملوك ليس للملوك يا لمئيل ليس للملوك أن يشرب خمرا ولا للعظماء المسكر لألا يشرب وينسوا الأحكام ويحرف حقوق كل أبناء البؤس أعط مسكرا لهالك وخمرا لذوي النفوس المرة يشرب وينس فقره ولا يذكر تعبه بعد افتح فمك لأجل الأخرس وفي دعوة كل يتيم افتح فمك قضي بالحق وحام عن البائس والمسكين امرأة فاضلة من يجدها فإن ثمنها يفوق لآلئا بها يثق قلب زوجها فلا يعوزه ربح تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راديتين هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد وتقوموا والليل لم ينتهي بعد وتعطي أكلا لأهلها ونصيبا لفتياتها تتأمل حقلا فتأخذه وبسمر يديها تغرس كرما تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها تشعر أن تجارتها رابحة سراجها لا ينطفئ في الليل تمد يديها إلى المكب وتمسك كفاها بالمغزل تبسط كفها إلى البائس وتمد يديها إلى المسكين لا تخشى على بيتها من السلج لأن كل أهل بيتها لابسون قرمزا تعمل لنفسها أغطية لبسها كتان وأرجوان زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين شيوخ الأرض تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على التاجر العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل يقوم أولادها ويطوبونها زوجها أيضا فيمدحها بنات كثيرات عملنا فضلا أما أنت ففقتي عليهن جميعا الحسن خداع والجمال باطل أما المرأة التي تتق الرب فتمدحوا أعطوها من ثمر يديها ولتمدحها في الأبواب أعمالها أعطوها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر